ازايكو اغلى واجمل متابعين يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ارجعت لكم فيديو جديد من عند الطيور وفيديو النهاردة ان شاء الله هقول لكم على شوية حاجات ضروري جدا ان احنا نعملها الفترة ديت علشان ناس كتير لاحظت من الجروبات اللي موجودة سواء على الفيس او مواقع التواصل الاجتماعي لقيت ناس كتير بتقول اني ان الطيور عندها بتموت موت مفاجئ وبيلقوا الطيور كشت مرة واحدة ومنعت الاكل والشرب وتقوم راحة ميتة اللي هو الموت المفاجئ بتاع الطيور فطبعا هنا هن هقول لكم على شوية حاجات مهمة جدا ضروري ان احنا نعملها فترة دي لاني الموضوع منتشر جميل جدا طبعا الدكر ده لسه غشيم ما بعرفش يكسر كويس برغم ان هو يعني مشهور ده بس لسه غشيم ما بعرفش يكسر كويس يعني كسر بتاعه جعل فاضي اه زي ما انتم شوفتم طبعا انا لو هتلاحظوا ما هتلاقوا الفراخ مش موجود انا طبعا حبس الفراخ في العشة من الصبح مخرقتهاش خالص وحتطلهم اللي هي الطنب البصل باللمون بكوركم بالخل عملهم من الصبح وحتطلهم جوا هتطلهم الاكل والمية وما بخرجهم مش خالص ليه بقى لاني الشوطة بتبدأ يعني الناس كتير بتشتجن موضوع ده اللي هو الموت المفاجئ انا مش هقولها عليه الشوطة بس هو نوع من انواع الشوطة بردو هقول لكم تعملوا ايه بالضبط الفترة دي لاني الفترة دي ضروري ان انتم تعملوا كده علشان الطيور تقدروا انكم تحافزوا عليها ولا قدر الله ما يحصلش عندكم اي خسائج طبعا الرومي انا زي ما انتم عارفين بحبسوا في العشة التانية اللي هي اللي ورايا آآ علشان برضو الرومي من الطيور اللي بتبقى عرضة جدا للفيروسات اللي بتبقى في الجو دي بس يلا بقى كتاب سورة اعملوا لايك على الفيديو واشتركوا في القناة آآ واللايك مهم جدا ان انواع يتعمل علشان الفيديو ترفعوا ناس كتير تشوف الفيديو ده تمام عندنا هنا اللي ماشي الوقتي محدش عارف له حاجة وبحصل اني يلاقي الفراخ او الطيور عنده منعت الاكل والشرب وكشت مرة واحدة وتقوم راحة ميتة من غير اي اعراض او اي حاجة هو كله بيحصل في اربعة وعشرين ساعة. طيور كششان مرة واحدة منع الاكل والشرب وكمان آآ موت مفاجئ. هو ده اللي منتشر حاليا الفترة دي. طيب احنا نعمل ايه زي ما انتم شايفين انا مقفل على الفراخ تقفلها حلوة جدا. آآ الفراخ من قدام زي ما انتم شايفين خشب ومن وراه من الجنب صاد. تعالوا بقى مواركوا الجنب ده. الجنب ده هتلاقوه. آآ اللي هي ازبوتها زدية. انا اعمل لهم كده. فها حلو جدا بيدخل لهم تهنية كويسة. تمام? واحنا بس نزبط التهوية لاني سبب الفيروس ده عمتا الهوى. الطيور ما تتعرضش لاي طيارات هوى. الفترة دي. نحاول نشوف طيار الهوى بيجينا من قاني جنب ونحاول نقفل الجنب ده علشان نمنع طيارات الهوى انها تخش المكان. لما نقفل على الطيور نقفل عليها بالطريقة زي ما انتم شفتوا دي اللي هو يضبك المكان اللي بيدخش منه بيكون التهوية بتاعته كويسة ليهم. ما يقدروا يتهوم وما يحصلش كتم او او اي حاجة للامونية او الكلام ده كله. تمام? آآ نستعمل الفترة دي التوم والبصل والخل واللمون يعني انا كنت بقى لكم مرة كل خمسطاشر يوم نحاول ان احنا نستعمل لهم مرة كل اسبوعين. لانها هتفيدهم جدا ايه الفترة ديت وهتبقى واقع حلو جدا لاي فيروس. او زي ما نقول كده هتحصنهم ضد اي فيروس. علشان الفيروس ماشي بطريقة يعني غبية جدا وكمان اديك الرومي والله طول وقت متعورة هوا. لسه اخد بالي منه. آآ فاللي هو نحاول ناخد بالنا الفترة ديت بقدر الامكان. حتى البط اللي انا بقوله عادي البط البط بيتحمل عن الطيور. لا انا برضو هعمل هقفل حتة برضو على السطح وحبس فيها البط. آآ الفترة ديت علشان الموضوع بقى منتشر جامد وعندي ناس كتير. نحاول ان احنا فترة اخر النهار ديت نديل الطيور مضادة حية وفترة الصبح ندلهم رافع مناع على قد ما نقدر. يعني نمشي على اقل عشرة ايام بالطريقة ديت الصبح. بس المضاد الحيوي نستعمله خمس ايام بس. لكن رافع المناع عادي ان احنا حتى لو هندلهم شهر. بس المضاد الحيوي ندلهم بالضبط. آآ خمس ايام. ندلهم بعد فترة العصر. عشان يكون الجواحة بقى حلو كده نبدأ ان احنا ندلهم المضادة الحيوي. ما ندلهمش بالنهار بدري علشان الجواب بالنهار بيبقى شمس وحر فالطيور ما تهبطش مننا ويجيلها بط. ندلهم رافع مناع طول فترة النهار ديت. وفترة اخر النهار مضادة حيوي. رافع المناع عادي ان احنا ندلهم يعني فترة طويلة لكن آآ المضادة الحيوي ندلهم بس بعد العصر. تمام? دي حاجة. آآ نحاول يعني انا الرومي دا ان شاء الله انا ببلعه كل يوم ثلاث فصوص طوم على غير ريء. والبط كزلك لان انا عندي كمية معدودة يعني اقدر ان انا مسكهم ودلهم مش هخسروني حاجة. لكن الناس اللي عندها كمية كبيرة. آآ تحاول تجيب ان هي تجيب آآ دواء كويس من عنده الدكتور الربطري يكون حلو لهم كوقاية الفترة دي. لان الوقاية الفترة ديت حلوة جدا وهي هتفيد الطيور جامد لاني الفيروس معرفش انا نوع الفيروس اللي منتشر في الجواب عن مدن بس هو آآ ما بيكروهش سبق اعراض لان الفيروس كله او انتشاره كله بحصل في اربعة وعشرين ساعة كششان وبعد كده منع الاكل والشرب بعد كده موت. ده اللي بحصل اللي حاصل عند ناس كتير اول فترة دي. فعلشان كده انا هحاول بقدر الامكان ان انا آآ ما عرضش طيوري لأي طيار هوا الفترة دي خالص احاول احافظ عليهم بقدر الامكان الفترة دي لحد ما اليوم دولي يعدوا على خير. لاني مش عارف انا في ايه بالضبط في الجو بس بحاول ان انا اعمل لهم شوية الحاجات دي. تمام? ولما نيجي حتى الطيور اللي هي المتحبسة دي لما نيجي نسيبها الصبح نسيبها بعد الساعة تسعة علشان الجو حتى تكون الشمس طلعت. تكون الشمس موجودة على السطح ما يكونش في لسه شوية بردة او شوية هوا. الفترة دي. نحاول برضو ان احنا بعد ما نعمل ده كله ندلهم اه كل يوم نحط لهم في المية مسلا لمون نحط لهم خلد. ما ما نسيبهمش الفترة ديت بدون اي ما نحط لهمش مية بمعنى اوضح مية من غير حاجة لأ. والمية تتنظف والوعي بتاعة المية تتغسل بالسمراء. ونحاول بقدر الامكان اما احنا مبيت الطيور بالليل نحاول بقدر الامكان بقى نعمل مية بكلور ونبدأ نحط على السطح نرش على السطح كله حتى الجناب والزوية بتاعة السطح كلها والسور وكل حاجة ندلهم برضو مية بكلور علشان اه انطهر ونعقم المكان كويس. تمام انا بقول لكم الكلام ده وقت بعد ما نبيتهم بحيث ان ما يبقاش في اي طيورة على السطح تقدر ان هي تغرق الدنيا او تتعكق او تطلص او الكلام ده كله. نحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على الطيور الفترة ديت بشوية الحاجات البسيطة اللي انا قلت عليهم دول. اه ويا ريت محدش يستهتر ومحدش يستهوي لاني بجد لو هتلاحزهم في كزا جروب على الفيس هتلاقهم ناس كتير بتشتكي من الموضوع ده. ناس كتير تقول للطيور عندي بيحصل لها موت مفاجئ. ما فيش اعراض. الموت بيجي مرة واحدة بيشيل كله مرة واحدة. فلسه محدش عارف فيروس ايه او مرض ايه اللي منتشر حاليا بس احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نرفع من مناعة الطيور للفيروس ده علشان ما انتشرش بين طيورنا. وطيارات الهواء اهم حاجة نحاول ان احنا نمنع اي مكان بيجي منه طيار هوا للطيور. واختم معكم الفيديو على كده ياريت تكون المعلومات دي افادل لكم باي حاجة كونوا عملتوا لايك على الفيديو واشتركتوا في القناة واشتراكم فيديو جديد على خير.